قلت الحضراتكم من بارح ان الاهلي لسه بيحاول في جاكسون موليكا لعب بشكتاش لحد النهاردة لحد الساعة ستة مساءا الاهلي كان بيحاول وكان بيسعى لضم موليكا طيب الاهلي كان وصل في اللحظات الاخيرة لاتفاق مع بشكتاش التركي على دفع قيمة اللاعب او شراء اللاعب 4 مليون دولار والاتنين اتفقوا خلاص وكان الاتفاق على 4 اقصات والامور كانت متسرة وسهلة ومشي بس موليكا هو اللي زمزق شوية في طلباته المالية يعني الاهلي كان مستعد يوصل مع موليكا انه يدفع له 2 مليون دولار في السنة ده اقصى حاجة ممكن يوصلها النادي الاهلي يعني هيوصل لها وهو متضرر بس كان هيمشي حاله ونضم مهاجم ونستفيد بالفترة اللي جاي موليكا قال لا انا عايز 2.5 مليون دولار طبعا الاهلي شاف ان الموضوع لا ده كده عشان احنا مزنوقين فالراجل بيشتغل معنا بطريقة ما يعني انه عايز رقم اكبر فنأجل الموضوع ده للصيف بقى يعني خلاص في موليكا تلوقتي الاهلي ما قفلش موليكا ما قفلهاش خالص بس اجلها للصيف وورد جدا الاهلي يضموا في الصيف وورد جدا يضموا خلال الشهرين اللي جايين ينهي الصفقة او يعني يتمم التعاقد خلال الشهرين القادمين قبل حتى ما نخش في فترة الانتقاط الصيفية بس الاهلي لسه عايز موليكا بس الاهلي شاف انه خلاص زنقت الوقت ديت هتكلفه كتير وبالمناسبة وبالمناسبة وانا قلت الكلام ده قبل كده واعيده تاني تحية كبيرة جدا لإدارة النادي الاهلي وتحية اكبر للمدير الفني للنادي الاهلي المارس الكولر تحية في ايه لو انت مش لاقي لاعب مهاجم بكواليتي بجودة انت عايزه او عايزها بلاش بلاش فكرة الاجانب وخلاص اللي هو ايه هات واحد اجنابي وخلاص هات اي مهاجم لا اتعرض على مارس الكولر اكتر من عشر مهاجمين غير التلاتة اللي كان بيتلاعب فيهم في الاعلام اللي انت كنت تعارفينهم كلكم التلاتة اللي كان عايزهم مارس الكولر اتعرض عليه عشر مهاجمين اخرين ورفضهم جميعا انا مش هجيب ومارس الكولر قال كده قبل كده في مؤتمر صحفي لو تفتكروا انا مش هجيب لاعب الا لما يكون افضل من اللي عندي مش هجيب لاعب وخلاص على فكرة كان سهل جدا على ادارة النادي الاهلي وعلى المدير الفني للنادي الاهلي انهم يجيبوا اي مهاجم عشان الناس بتسأل تقولك ايه يعني العالم كله مفهوش مهاجمين لا فيه طبعا بس ما تنساش حاجتين اول حاجة ان انت بتشتري في يناير يناير ده يعني ايه يعني نص الموسم يعني حتى اللي عنده لعيب مستعد يبيع يقولك لا استنى الاخر الموسم عشان يكمل معايا الموسم فدايما الشرف في يناير بيبقى صعب كتير من الشرف في الصيف ده واحد اتنين انه فيه كان مبلغات في الاسعار لبعض وكثير من اللاعبين او التلات لعبين تحديدة الاهلي كان بيفوضهم سواء من الاندية او من اللاعبين نفسهم فالاهلي برضو مش مضطر يدفع ارقام خزعبلية عشان خاطر هو مضطر كان ممكن الاهلي يجيب مهاجم اجنبش ويقولك احنا جيبنا المهاجم وجميع النادي الاهلي تفرح وتسعد وترضى بس تجيب مهاجم يقعد عالدكة تجيب مهاجم يبقى مصيره غالبا زي برونو سابيو ولا تجيب مهاجم يلعب اساسي الاهلي فامس الحاجة لمهاجم تقيل مهاجم قوى فلو انت مقدرتش خلاص تعصرت والاهلي هيواجه ممكن وارد يواجه ازمة فكرة المهاجم الصريح في المستقبل القريب ده بس احسن ما يبقى عدد عندك وخلاص يعني لو ما عرفتش يبقى بلاش فتحية لإدارة النادي الاهلي وتحية كبيرة للمارس الكولر المدرب المحترم اللي ما بيقولش ايه زودلي وخواص هاته يمكن ينفع لا بفلوس ودولارات وارقام كبيرة يا ما دفعنا اهلي وزمالك واسمعيلي ومصري وكل اندية يا ما دفعوا بالدولارات وارقام كبيرة جدا وما استفدوش من اللاعبين فده او دي حاجة يبني عليها الاهلي وكل الاندية في المستقبل لو مش لايه ما تجيبش ما تجيبش والله مش لايه ده عشان انت معرفتش عندك قصور والله مش لايه عشان ظروف مالية والله مش لايه عشان فيه مبلغات في الأسعار مش لايه لأي سبب ما تجيبش مش لازم يعني شكرا شكرا شكرا